الآن إليكم قراءة هذين المرسومين الذين الأول يحمل الرقم 2227 باقتره من وزير التعليم العالي والبحث والابتكار المادة الأولى تم تعيين الدكتور نورين سلمان نورين مستشاراً مكلفاً بالثنائية اللغوية بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بدلاً عن الدكتور علي عبد الرحمن حقار الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى حر رفنجمينة في السابق من ديسمبر 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريزا بيتنو مرسوم رئاسي يحمل الرقم 2228 المادة الأولى تم تعيين الشخصية الأتي أسمائهم كعضاء اللجنة الوطنية للإدارة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ممثلين عن المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأتية الحكومة يوسف بكر الجمعيات النسائية السيدة دينوجيجي روبرتين جمعيات الشباب ياقوب سوغي توقوتا جمعيات المزارعين كوليانك باليبي جمعيات الرعاء بشارة دريب رجال الأعمال إدريس دوكوني الدكير النقابات تشلامي حامية تاو منظمات جمعيات المجتمع المادني بناني إهينيكي الجمعية الوطنية النائب جدينغار باسا حرر في نجمينا في 7 ديسمبر 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى القناة أكذا